أولا في أمور تكون في يوم الجمعة من يذكر لي ماذا نصنع في يوم الجمعة ما شاء الله بسم الله هل يوجد قراءة خاصة في ليلة الجمعة لا لأن هناك من هدان الله يقرأ في عشاء ليلة الجمعة سورة الجمعة ويقول هذا من باب التفكير هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا في صلاة الفجر قراءة خاصة نعم يقرأ في الأولى بالسجدة وفي الثانية بالإساء هل يعد هذا التطويل لا لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يقرأ بهذا لا إشكال إذن قراءة خاصة في صلاة الفجر أي فجر الجمعة وقراءة خاصة في الجمعة بماذا سبحوا الغاسية أو رتل في الجمعة والمنافقين نعم طيب قراءة خاصة أيضا قراءة سورة الكهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التبكير لصلاة الجمعة فماذا يصنع يأتي في الساعة الأولى أي بعد الإشراق هذه الساعة الأولى يبكر للصلاة يحرم التحلق قبل الجمعة لكن بعد صلاة الفجر يصح أن يكون هناك درس كما هو الحال إن شاء الله غدا لكن قبل الجمعة لا درس نعم لأنه نهي عن التحلق يأتي في الساعة الأولى ما الحكمة من هذا التبكير نعم فتح الله عليك شريعة ليس لك إلا الرضا والتسليم في كل عيد لا بد لابد أن نقرب قربان في عيد الفطر تقرب قربان وهو زكاة الفطر في عيد الأضحى تقرب قربان الأضاحك الجمعة عيد تقرب قربان خفف الله عننا وهذا من نعم الله وأن الله سبحانه وتعالى جعل التبكير مقابل هذا نعم التصدق في العيد الجمعة عيد الأسبوع هل يشرع في يوم الجمعة التهنئة بيوم الجمعة وانت تترى الآن في الرسالة جمعة مباركة يصح يا أخي جمعة مباركة لماذا؟ لأنه كان الصحابة رضا الله عليه تأتي عليهم جمعة ولم يقل واحد منهم جمعة مباركة جمعة مباركة والسبت مبارك وأحد مبارك صحيح كل الأيام مباركة الحمد لله أيام أهل الإسلام صحيح؟ إذن لا يوجد تهنئة بالجمعة يبكر يدخل إلى المسجد يصلي ما كتب الله له ولا يوجد للجمعة سنة قبلية لأنها ليست بالظهر يصلي ما شاء ركعتين ركعتين يقرأ سورة الكاف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينوع نعم حتى لا يمل يدنو من الإمام فإذا خرج الإمام الإمام لا يبكر يأتي على وقت الصلاة الأحوض الذي يذكر الشيخ بن عزيزي رحمه وتعالى أن الصلاة تقع مع دخول الوقت يصح أن يأتي الإمام ويخطب قبل الوقت لكن يقول الشيخ بن عزيزي رحمه وتعالى الأحوض أن تقع صلاة الجمعة في الوقت يدخل الإمام يسلم إن دخل من هذا الباب مثلا دخل يسلم على من مر عليه يصعد على المنبر ويستقبل الناس ويسلم إذن لا يصلي ركعتين تحيث المسجد يدخل مباشر ويسلم ثم يجلس يبدأ الإمام ويؤذن أذن واحد ثم بعد هذا يقوم ويأتي بالخطبة الأولى ثم يجلس ثم الخطبة الثانية ثم بعد هذا تقام الصلاة ويصلي ركعتين جهرا وليست ظهر يجهر فيهما بالقراءة فيها استحفيها القراءة طيب ولا تصح صلاة الجمعة دون أن تتقدم بخطبتين نعم أقل عدد تنعقد به الجمعة ثلاثة نعم إمام ومعه مع الإمام مع اثنين تنعقد الجمعة بهذا هذا على ما يذكر الشيخ بن عزيم الرحمة الله تعالى وذكرنا هذا نسير عليه نعم في الجمعة في الجمعة ساعة إجابة فتح الله عليك أقوال كثيرة فيها من أرجح الأقوال أنها من خروج الإمام لأن تقام الصلاة هذا قول وقبل غروب الشمس نعم غير هذا لما يكون يوم الجمعة الاقتسال غسل الجمعة واجب التطيب للجمعة يلبس أحسن الثياب يجب عليه الإنصاد للخطبة لا يرفع اليدين عند الدعاء إلا في الاستسقاء سواء من الإمام أو من المؤمومين يمشي ولا يرفع نعم وإن اضطر للركوب ركب الحمد لله ما الاشياء الأصل أن تكون جمعة واحدة نعم هذا الأصل وإن احتاج الناس إلى جمعة ثانية أو ثالثة دون تفريق الأمة يصح وإلا حكمنا بما عليه مسي الضرار نعم فتح الله عليك نعم هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في سفر لا لكن إن حضر المسافر وصلى يصح يصح أن يكون المسافر إمام ويخطب نعم لكن من أقال مسلما أقاله الله يوم القيامة نعم أيضا يعظ فيها الناس وعظ ومن فقه الإمام تخفيف الخطبة وتطويل الصلاة على ما ذكرنا من القراءة الخاصة نعم موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر